شوف الأسئلة اللي توجهت لإلك دكتورة بما يخص الأعشاب بالضبط تمام أول سؤال عنا بما يخص الأعشاب هل شرب الينسون بفتح الشهية وهل شرب البردقوش يؤثر على الغدة الدرقية؟ أوكي هل البردقوش يؤشر على الغدة الدرقية؟ لا هي عشبة بالعكس بتخفف الأراق والتوتر وتساعد في تخفيف الصداع فممكن الواحد يأخذها بس بشكل عام في ملاحظة لازم ننتبه لإلها أي شيء طبيعي من الشرط آمن يعني من الشرط أنه أنا أستهلكه بكميات كبيرة كثير لأنه ممكن يكون له آثار سلبية يعني معلومة بسيطة مثلا نيجي للإرفة الإرفة من الأشياء الكثير مفيدة لمرضى السكري نعم وبتساعد على حفظ نسبة السكر في الدم مفيدة لتكيّس المنبايد ومقاومة الإنسولين بس هذا ما بيعني أنه أنا كلما أشربت إرفة كثير كلما نزلت السكر أكتر مرات بتوصل لدرجة ممكن الإرفة الشائعة اللي بنستخدمها استهلاكها بكميات كبيرة يزل كبد فإحنا دائما مش كل إشي طبيعي هذا بمعنى أنه هو آمن استهلاكه بكميات كبيرة دائما الأعشاب يكون بمعدل من كاسة لكاسةين بنهار ثلاثة يعني الإشي المعقول وما نلجأ لكميات كتير كبيرة هلا لينسون بفتح الشهية هلا عشاب مباشرة تفتح الشهية بنقدرش نحكي بهاي الطريقة بس منقدر نحكي أنه معظم الأشخاص اللي عندهم مشكلة بتناول الطعام أو عندهم نحافة ما عم بقدروا يأكلوا كتير منيح على الأغلب بكون عندهم اضطرابات بالجهاز الهضمي نعم يعني مرات بيكون بيشبعوا بسرعة بيصيبهم مرات ألام بالمعدة بتخليهم ما يقدروا يأكلوا أو إذا كان عندهم استرس وتوتر كتير كبير تحس إنه معدتهم بتشد ببطلوا قادرين يأكلوا فالينسون مرخل الأعصاب وبريح فأي حدا عنده توتر استرس دائم إذا أخذ الينسون بريحهم ممكن يساعدوا إنه يأكل وجباته بدون أي مشاكل صحية تمام إحنا كمان لعنا السؤال الثاني عم بيسألوك الأعشاب بتأثر لحالها بالتنحيف أو التنصيح ولا بتكون مع النظام إغذائي لحتى نستفيد حلا عندما نستخدم الأعشاب لأي سبب في حمية لخفض الوزن أو في حمية لزيادة الوزن ما بيزبط بدون الالتزام بالوجبات يعني في كتير دراسات إنه عملت مثلا على الشاي الأخضر وأدي بريح وأدي بيساعد باندرس بحميات مختلفة التأثير للعشبة لحالها على تنزيل الوزن ما بيكون بهذا حتى لو كان في عنا أثار نتائج إيجابية بالدراسات بتكون مثلا فترة ثلاثة شهر ستة شهر بفرق مثلا بكون عندنا تأثير إيجابي بفرق مثلا كيلو أو نص كيلو مش هالرقم الناس متخيلينه حتى لو أثر على عمليات الأيض والميتابوليزم كله هذا مع الحمية يعني الإرفر زي ما حكيت قبل بتساعد بخفض نسبة السكر في الدم للناس اللي عندهم مقاومة إنسلين وتكييص فبالتالي بيساعدهم بخفض الوزن مع حمية مناسبة قلنا لينسون بريح الأعصاب بنعنع مثلا للأشخاص اللي عندهم فقدان للشهية بريح الأعصاب بريح المعدة فبساعدك إنه تقدر تكمل وجباتك فكل هدول أكيد مع نظام غذائي صحي تمام السؤال أيضا من ولاء عم تسألك دكتورة روبا أنا عندي شهية على الأكل بس ضعيفة كتير وزني 47 وعمري 33 شو الحل لو سمحتي هلأ مقارنة بعمرها وعلى الأغلب طولها بدي يكون إذا كان طولها بال60 مئة و60 مئة وكذا يعني تعتبر إنه عندنا الوزنة قل من الطبيعي بعشر كيلو تقريبا في عندها يعني فرق كتير كبير بالوزن أول إشيء بدأت تعمله قبل ما حكت إنه شهيتها منيحة ممتازة تأكد إنه ما عندها أي مشاكل يعني ما في مشاكل في الغدة الدرقية ما في فقر دم ما في نقص حديد ما في نقص حاد بالفيتامين دي مستوى المعادن عندها كيف ما عندها حساسيات لانه مرات مثلا إذا كان عندها حساسية أمح ممكن أو مشاكل بالجهاز الهضمي سوق امتصاص يعني في عندنا عدة أسباب لنقيم الحالة إذا كان كله تمام بتتضبط أكلها عادة للناس اللي بدي زيدوا وزنهم ويفتحوا شهيتهم أول إشيء من تأكد الإجراء الطبي تاني إشيء من إجراء للحمية منصير نزيد الوجبات تدريجيا مثلا فطور غدا عشاء السناكس منحاول الوجبات الخفيفة تكون عالية بالسعرات ولكن صحية يعني أفوغادو كوكتيل أفوغادو موز وعسل إذا شربنا بعض الأعشاب اللي بتريح المعدة زي النعنع الشومر كمان في عندنا الينسون الزنجبيل هدول كلهم بريحوا الأمعاء والمعدة وبساعدوا للناس لهم فقداش هيا هذا كله بساعد فمنحاول نزيد على السلطة زيت زيتون أفوغادو يعني منحاول ندور على مواد غذائية أو أطعمة عالية بالسعرات ولكن عنية بالفائد الغذائي تمام هلا دكتورة ربا يعني أحيانا بقولولك أنه الغدة تؤثر سلبا أو إيجابا أكيد طبعا بثبت علميا ولكن نسب تأثير الغدة على نقصان الوزن أو زيادته يعني أكيد هناك عامل أخرى ربما قلة الأكل زي ما حدتك تفضلتي ربما الأشخاص بيقولون لك لأنا عندي غذة عشان هيك عم بطخن ولكن هندي فعليا عم بياكلوا طبعا هلا مرات فيه الراحة النفسية يعني فيه ناس بتستغري بإنه بنبسط إنه آه عملت فحص عندي غذة يعني فيه سبب فهم بفق هلا فيه سبب أوكي وأكيد إذا الغدة ملخبطة والفحصات ملخبطة أكيد رح يؤدي لازيادة نقصان على حسب الحالة إذا فرط نشاط أو قلة نشاط في نشاط درقية ولكن لما تتعالج ويصير تاخد الأدوية بانتظام مثلا مشكلة في الغدة الدرقية نقص الثيروكسين بياخدوا الثيروكسين إذا تنظمت بيبطل فيه حجة يعني خلاص هون بصفي بن نكمل بالنظام الغذاء ومارست رياضة وتأثير الغدة بروح كيف يعني بروح يعني عولج يعني المشكلة الموجودة تعاقس تم علاجها بصفي هون تركيزنا لازم على الأكل والرياضة وممارستها تمعم وأيضا من الأسئلة اللي موجهها لإلك دكتورة عشاب مفيدة للأطفال وبتزيد الوزن وطعمها مستساغ للأطفال حلا بدي أن نوضح نقطة معينة الأعشاب ما فيها سعرات الحرارية اللي جدا زي النعنع والإشي والإشي الكالوريز تاعدها وعادة لما تنغلب المي أنتي ما عم تاخدي سعرات حرارية إلا إذا نضاف عليها سكر أو عسل أو كذا الأعشاب زي ما حكيت بالقبل ممكن تساعد بفتح الشهية في حال الشخص عنده دايما معدته شادة تعبان أو كذا فممكن نلجأ للشومر بريح النعنع بساعد على فتح الشهية بس ما نفهمها غلط إنه هذا بزيد الوزن ينسون الشومر فيه كمان عشبة الملك الشوكي برضو هاي من الأعشاب اللي ممكن تريح وتساعد أعشاب قابل الأطفال عادة نعنعوا ينسون الشومر كميات بسيطة بس منحكي إحنا ما عم نحكي على عمر الأشهر الصغار نعم ممكن ياخدوها بس ما يعني ما نجبر الطفل من لازم يشرب هاي الأعشاب وهي رح تزيد له وزنه لا مش بهاي الطريقة إحنا منقدر نزيد وزن الطفل نتأكد بالغذاء المناسب وهي إذا حب يشربها بين الوجبات ما بيأثر بس إحنا منقدر نعمل للطفل بهاي الحالة كوكتيلز إذا كانت شهيته قليلة مش جعباله يأكل هذا الكوكتيل يكون عالي شوي بالسعرات المفيدة يعني بخلط حليب كامل الدسم زي ما حكيت أفوغادو موز تمر مكسرات شوفان بوزور تشيا بوزور كتام نخلطها الطفل باستسيق طعمها وباشربها بين الوجبات فتعطيه وبعد ما يكون ماكل الوجب الأساسي عشان ما يأثر إذا شرب الكوكتيل يمكن قبل الغداء يمكن ما يقدر يكمل وجبه تغدى ومثلا وبين الوجبات تتحضر له الأم كوكتيلز هيك غنية بالفائدة الغذائية نعم طمع إذا كمان رح ننتقل للسؤال اللي بعده دكتورة هذا السؤال كمان موجه لإلك بما يخص على العشاب يريد تركزه على العشاب البرية الموجودة بالبيئة الأردنية سواء الصحراوية أو الجبلية أكيد إحنا في عنا كتير أعشاب مفيدة موجودة بالأردن ونستخدمها بنظامنا الغذائي وزي ما حكينا اليانسون والشومر والنعنع وهدو هدو كلهم موجود ببيئتنا الأردنية منستخدمها تمام بس كمان بدنا ننبه مرات فيه أعشاب إذا إحنا ما منعرفها أو مش عارفينها ما نستخدم أي شيء لأنه مرات ممكن بعض الأعشاب تكون سامة وتعمل لنا مشاكل صحية تأثر على الكبد عادة يعني بعض الأعشاب اللي اللي استهلاكها بكميات عالية أو غير معروفة ممكن تعمل لنا مشاكل صحية كتير كبيرة نعم يعني دائما دكتورة ربا دائما من الحكي إنه دائما يجب أنه يكون فيه يعني وسطية بالتعامل مع هذه الأمور لازم الواحد يكون بماسك الشئ يعني بشكل متوازن وما يبالغ باستخدامه للأعشاب وأكيد وجود الأخصائي أو أخصائية التغذية مهم جدا واستشارة الطبيب مهم جدا أكيد صح طبعا شكرا جزيلا لإلك دكتورة ربا وأهلا وسهلا فيكي